أعيد قراءة الرواية عليكم رواية مهمة جداً إنها تفتح أبواب الأمل وأبواب التفاؤل أمام عقل الإنسان وأمام قلبه في الأجواء الحسينية النظيفة وفي أكناف وأفنية الحاضنة الحسينية الإمام الصادق يقول للحسين ابن أبي فاختة يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين ابن علي ابن أبي طالب إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة حتى إذا صار بالحائر في كربلاء كتبه الله من المفلحين وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الإنصراف أتاه ملك فقال له أنا رسول الله أنا رسول الله إليك أنا رسول قد بعثه الله إليك أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنخ العمل ابدأ من الصفر هذه عملية إعادة تنظيم عملية تصفير إنها انطلاقة جديدة انطلاقة جديدة في أجواء الحاضنة الحسينية كم جميلة هذه الرسالة رسالة من الله إلى زائر الحسين أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى من هنا تكون البداية يا أشياء عالية تعالوا نحاول أن نجمع ما فرطنا فيه من المواد الأولية الغالية الثمن العالية الدرجة الممتازة في كل أوصافها وأحوالها إنها المواد الأولية التي وفرها لنا الحسين ودفع دمه المقدس ثمنا لها تعالوا نحاول جمعها وتعالوا نحاول أن نعيد بناء الحاضنة الحسينية ولتكن الانطلاقة من هذه الرسالة هذه رسالة أمل حسينية هذه رسالة خير حسينية هذه رسالة تفاؤل حسينية أنا رسول الله هكذا يقول الملك يخاطب زائر الحسين الذي يفترض فيه أن يكون من قطان الحاضنة الحسينية أنا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول لك استأنف العمل ابدأ من الصفر لنبدأ بداية جديدة إنه الحسين هذه بداية حسينية عطرة استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى أية بداية هذه وأي جمال حسيني هذا يا حسين يا حسين